اكدت اللجنة المعنية بالقطاع اللوجسي اهمية مشروع جسر الملك حمد الموازي لجسر الملك فهد الذي حضي بمباركة عهل البلاد المفدة واخي خادم الحرمين الشريفين حافظهم الله مشيرا الى ان هذا المشروع سيسم في دعم صناعة القطاع اللوجسي بين البلدين وسيسم في نماء العديد من قطاعات الانتاج والتصنيع الى جانب سرعة حركة النقل بين دول الخليج العربي واشارت اللجنة التي تم تشكيلها بتوجهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بشؤون الجمارك اليوم بالمتابعة المستمرى التي توليها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد لاعمال اللجنة المعنية بالقطاع اللوجسي ودورها في تطوير وتدعيم امكانية هذا القطاع في المملكة كما اشارت الى تنامي التعاون بين مختلف الجهات المعنية في تنفيذ خطط والسراتيجيات هذا القطاع ونجاحها في تسهيل الحركة التجارية وانسيابيتها على جسر الملك فهد واكدت على الاستمرار في جهود التسويق والترويج على المستوى العالمي لالامكانات التي تحظى بها المملكة على صعيد القطاع اللوجسي والاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع وقدرته على اجتذاب المزيد من المستثمرين من كافة دول العالم عام كامل مر على تشكيل اللجنة المعنية بالقطاع اللوجسي سنة مرت لتكون شاهدة على مجمل انجازات القطاع اللوجسي للعام الحالي ومؤتمر صحفي جاء ليجمل ما صاحب هذا المجال من تطورات ساهمت في احقاقها آلية ممنهجة من التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع اللوجسي لزيادة تنافسية البحرين فيه باعتباره المحرك الرئيسي الذي يساهم في نمو جميع القطاعات الاقتصادية بريق مشترك عمل خلال الفترة اللي راح 12 شهر اللي راح على تطوير قطاع اللوجسي تحديد الموادرات اللي ممكن ننفذها لتطوير هذا القطاع من ناحية خلق فرص عمل جديدة استقطاب شركات توسعة شركات الحالية الحمد لله تطرقنا إلى عدة مواضيع متعلقة بالبنية التحتية بالأطور التنظيمية بتنافسية مملكة البحرين الحمد لله خلال عام واحد قدرنا نحصل نتيجة جدا ممتازة في المؤشر الدولي البنك الدولي مؤشر القطاع اللوجسي تطور في البحرين ثمان مراتب ترجمة فعلية لتلك الرؤى التي تتبناها الحكومة والتي تتمحور حول توسيع قاعدة الاستثمار وفتح آفاق أرحب لجذب المشاريع والاستثمارات الإقليمية والعالمية في ظل منظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة وبنية تحتية أسهمت في تنامي الاستثمارات في القطاع اللوجستي نحن دورنا من منظور وزارتنا هو تسهيل الإجراءات القانونية وهذه الأسئلة التي قمنا بها سواء من تسجيل فتح الأنشطة أو سرعة تسجيل الشركات أو إلغاء القيود التي كانت مفروضة في السابق من ناحية الصناعية توفير الأراضي الصناعية سواء للتصنيع أو للتخزين والتوزيع في القطاع اللوجستي من ناحية الاتصال الأخوان في وزارة المواصلات يقومون بدور كبير من خلال الميناء من خلال المطار من خلال الجسر الجمارك أيضا سرعة الإجراءات أرقام تثبت جدارة القطاع اللوجستي وإسهاماته الإيجابية التي تصب عوائدها في سلة الاقتصاد الوطني لتضعه في مصاف القطاعات ذات الإمكانات الجيدة ماليا وتنافسيا تخليص الجمارك في ميناء خليفة بن سلمان يكون في أقل من ثلاث ساعات وهو يخلي ميناءنا يكون في الصدارة بالنسبة حق السرعة في تخليص الجماركي أيضا أن نخلص بعض الشاحنات في أقل من ثلاث وثلاثين دقيقة أيضا في ميناء هو رقم قياسي وأيضا يخلي ميناءنا والجمارك في مكان الصدارة والأهم أننا خلال هذه السنة من عمل اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي أننا استطعنا أن نقلل فترة الانتظار إلى أقل من 24 ساعة كانت قبلها بأيام ولا يمكن نسيان الدور الفعال الذي يؤديه مطار البحرين الدولي في مجال الشحن الجوي للبضاع الصادرة من البحرين والواردة إليها الانطقة الأولى التي تم التعرف عليها أو تحديدها تبلغ مساحتها تقريبا 12 ألف متر مربع وراح توفر طاقة استيعابية تعادل 70 ألف طن من المواد التي تم التعامل معها في حركة الشحن والخدمات اللوجستية بعد مرحلة الشرح التفصيلي الذي تكفل بطرحه أعضاء اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي جاءت لحظة الإعلان عن بدء جولة صحفية يتم عبرها الإفصاح عن آلية عمل كل قسم تضمه منطقة البحرين اللوجستية كإدارة الجمارك وأقسام الشحن والتبريد وقسم الصيانة وغيرها من الأماكن التي توفر جميع شروط الراحة للمستثمرين والملاحين جولة أريد من خلالها إطلاع الصحفيين على مدى الدور الحيوي الذي تؤديه منطقة البحرين اللوجستية كمنطقة جمركية حرة تتميز بموقعها الاستراتيجي وبأسعار تنافسية تقدم مقابل الحصول على خدمات عالية المستوى لشركات المنافسة في عمليات استيراد وتصدير البضاء لتلفزيون البحرين محمد الشخيدات اشتركوا في القناة